خليني نروح معك فيها معلومة عندي كده عايزة اسمع رائعك عليها مساء روح للنادي الاهلي تفضل نتمنى نتطمن على التمرينة النهاردة مع زمينة محمد توفيق عودة الاهلي مرة تانية مبارح والنهاردة السعادة لمواجهة البلدية بكرة نتطمن على سكواد مين الوجوه اللي ممكن تشهد عودة أو مشاركة أولى بكرة مين ممكن يكون بعيد بسبب الإصابة ونتطمن على حالة المصابين في النادي الاهلي توفيق مساء الخير يعني عودة حميدة أولا وخلينا نتطمن منك على شكل تمرينة الاهلي النهاردة مساء الخير زمينة عزيزة أحمد سمير تحياتي ليك والدفق كريم كابتن أشرف ممضوح وكل مشاهدة قناة نهارة في كل مكان يعني على قدم الوصاق تجري الاسئالات هنا في ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيرة لعودة النادي الاهلي مرة أخرى للمنافسات المحلية ومباراة بلدية المحلة مباراة مؤجلة من الجولة الخمسة للدور المصر الممتاز يمكن الفريق أحمد استأنف تدريباته بالأمس بعد طبعا الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من غانا ومواجهة ميدياما والفوز 1-0 الحمد لله رب العالمين كل فريق كان فيه تدريب قوي مبارا شارك فيه معظم اللاعبين بعض اللاعبين طبعا شاركوا أمام ميدياما بشكل أساسي يستكفوا بس ببعض التدريبات الاستشفاءة ولكن النهاردة على طول بقى التدريب الأساسي والأخير يمكن على طول كان فيه محاضرة فنية للجهاز الفني قبل التدريب الخفيفة ومن بعضها على طول التدريبات بالقرى وحالة من دلوقتي وانا معاك يعني فقرات التمرين بيتم إجراءها وهتختتها من شاء الله بتأسيما بعدها يختار طبعا مستر مرسل كولر قائمة من 22 لعب للدخول في معسكر مغلق بحد الفندق القريبة من استاد القاهرة ملعب مباراة الغد بإذن الله لانستعدادا طبعا للمباراة اللي هتكون إن شاء الله فيه تمام السابعة مساء يمكن الجميع أحمد في حالة فنية وبدانية أكثر من رائعة كل اللعبين زي ما أنا سمعك بتتكلم في المقدمة كل اللعبين حرصين على حجز مكان أساسي فيه تشكيلة المباراة بإذن الله غدا يمكن طبعا بطمنك على المصابين يمكن طبعا الإصابات زي ما هي كابتن محمد الشنا والإصابة في الكتف ياسر إبراهيم اللي لسه لغاية دلوقتي عمل أشعة مبدئية وفيه أشعة تانية أخرى هتبين مدى الإصابة بتاعته ومدة غيابه عن الفريق أليو ديانجي خلاص فيه المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات للسفر بإذن الله لإجراء منظر على الرجبة لبيان الإصابة هو معالجتها بشكل فوري على طوله ومن بعدها على طول الدخول فيه عمليات العلاج والاستشفاء خلد عفتاح يمكن بدأ خلاص الجاري حوالي الملعب والتدريبات الاستشفائية وكان طبعا بيقوم بتدريباته قبل بداية مران الفريق باستثناء كده يا أحمد عادي أطمنك على كل اللعبين سواء اللعبين المنضمين الجدد أو اللعبين القدماء في النادي الأهلي موجودين كلهم في التدريبات بشكل أكثر من رائع أحمد نبيل كوكا بيشارك منذ أسبوع في التدريبات بشكل طبيعي جدا موجود في التدريب الرئيسي النهاردة كريم ندفد كمان موجود بالضرب بشكل طبيعي جدا ممكن شارك فيه التدريبات الاستشفائية مبارح ولكن بيشارك بشكل طبيعي جدا محمود عبد المنعم كهرباء محمود متولي كل اللاعبين موجودين حتى اللاعبين وجلات سواء محمود الزنفولي او عمر كمال عبد الواحد موجودين بيقدوا تمراتهم بشكل طبيعي جدا مع الفريق اختيار بقى القائمة اللي هو ان شاء الله تخش المعسكة المغرق اول 11 اللاعب اللي هبدأ المباراة طبعا ضحاق قصير لمستر مرسل كولر اتمنى باذن الله رب العالمين التوفيق لي في اختياراته والتوفيق كمال للقائمة المختارة والحضاش اللاعب اللي هبدأه ان شاء الله احمد القائمة لسا لم يتم الإعلان عنها في مشوار البطل للحفاظ على اللقب القائمة قائمة الاسلام المختارة لسا لا الدابة هيتم على طول احمد بعد انتهاء الميران يمكن وانا معك دلوقتي حالا لسا الميران التمرات الكورة شغالة دلوقتي وهيبقى فيه كمان بعدها تأسيمة وبعدها ان شاء الله يمكن على ساعة كده زي ما بنتكلم تمانية ونص أو حاجة هيبدأ الفريق يتحرك على فندق الاقامة طبعا ب22 اللاعب اللي هيختارهم مرسل كولر زي ما قلت لك اي 11 اللاعب اول 22 كمان لا يخشون المعسكر ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وكونوا موفقين بكرة وان شاء الله تكون سلاسة نقاط جدا زي ما قلنا عودة البطل للمنافسات المحلية والحفاظ على قبل عامل تانا على التولي بإذن الله رب عليك فرصة مهمة جدا نتمنى من الحقيقة من الجميع استغلالها قبل ما نروح للصعب بعد كده عودة مرة تانية صحيح للدوري والدوري ما هواش وحش نقوي جاي من كاس عالم جاي من كاس نغبة جاي من شامبيونز ليج أفريقيا فبالتالي نقلة الدوري دي بالنسبة للجمهور للجمهور برضو بقى اكد مرة تانية بتبقى صعبة شوية بشكرك زميل عزيز محمد توفيق دي اخبار تمرينة النهاردة واعتقد انه يعني قايمة الاصابات يوم بعد يوم احسن الحمد لله نهاردة كوكا دخل متولي اعتقد هيكون لي دور مهم جدا فترة اللي جاية خصوصا مع غياب ياسر خلد عبدالفتاح ورقة مهمة جدا في الفترة اللي جاي نتمنى له ان شاء الله سرعة اكتمال للبرنامج التأهيلي بما انه الحمد لله تطمين عليه وانه شفى من الاصابة